كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اشتركوا في القناة كان إنسانا عجيبا غريبا حفظ القرآن وكان عمره في الثانية عشر من العمر ولكنه كبير بكلام الله جل في علاه وبعلمه من الله كذلك أحسبه والله حسيبه ولا أذكيه على الله إني أحدثكم عنه وأشترط على نفسي أن لا أحدثكم إلا بما رأيت بعيني وعاشرت بنفسي والشرط الثاني أشترط على نفسي أن لا أبالغ في شيء عنه حفظ صحيح مسلم عندي في أسبوعين حفظ صحيح البخاري عند صاحبي الثالث كنا ثلاثة أنا وهو وثالثنا حفظ عند صاحبي صحيح البخاري في أسبوعين وتدرون أنا لا أعلم أنه حفظ البخاري وصاحبي لا يعلم أنه حفظ مسلم كان يحب الإخلاص كان دائما يحب السري السقطي رحمه الله تعرفون لماذا السري السقطي بالذات لأن السري السقطي رحمه الله كان يهتم بجانب الإخلاص كثيرا كان من المتميزين في دراسته بل من الممتازين وكان لا ينام إلا من بعد المدرسة إلى الظهر وبعد العصر في الحلقة وبعد المغرب في دروس المشايخ وبعد العشاء إلى الساعة الحادية عشر يذاكر دروسه ومن الحادية عشر كل يوم يقوم الليل إلى الفجر لا أحدثكم بمبالغة إنه من بنينا من بني بلادنا كان إذا قرأ القرآن يبكي كنت أسرع عن السلف أن بعضهم كانوا إذا قرأوا القرآن يخرون ويغمى عليهم وأعلم خلاف العلماء في ذلك ولكن لم أر ذلك بعيني إلا من هذا الشاب نصلي يوم الجمعة فيقرأ الإمام ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء فيسقط على رأسه سقطه ظننا أنه قد مات يصلي ذات ليلة عندي في البيت فلما متلت عليه مشهدا تبثيليا أني قد نمت لأرى ماذا يصنع فأتاني وأنا نائم ثم وضع يده أمام عيني هكذا وأظن هذا يعرفه وأظنه يعرفه فهو كان طاحب لنا كلنا ولكنه لا يدري عن شيء عنه ولكن يقوم من الساعة الحادية عشر أنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وما زال في ركعة لم يركع ثم يركع ولا يرفع وفي ليلة أخرى يقرأ القرآن خيبا فلما وصل إلى قول الله جل وعلا أمامي كلا إنها لضاء نزاعة للشواء بكى ثم خر مغشيا عليه أيقظته ثم قام وتوضأ ثم قام يصلي فلما ضل كلا إنها لضاء نزاعة للشواء بكى وأغمي عليه فأيقظته فلما جاء الثالث قرأها فأغمي عليه فما أفاق إلا بعد أدان الخجر وما أوترت ألك الليلة يبكي كان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي غيبا في قيام الليل وفي كل سبعة أيام نظرا في النهار أنا أقول لا أبالغ هذا أمامي ووالله أنه كان يذكر الله في اليوم الواحد أكثر من إثني عشر ألف مرة عددتهم بنفسي وأنا جالس معه معه إثني عشر ألف مرة فأسأله لماذا ثم فيقول لي لا يسبقني أبو هريرة لا يسبقني أبو هريرة غيرة غيرة في العبادة وهذا ابن سبعة عشر سنة حينها لما وصل إلى هذه الدرجة كنت أظن أنه هكذا لا أعرف ماذا أقول عنه كل ما مرض به متن من أجل أن يحفظه أقول له أتحداك تحفظه يقول لا تتحدى أنا أحمسه أقول أتحداك اليوم الثاني يأتيني يسمع المتن كإسمه إذا أخطأ ثلاث أخطاء لا يعتبر أنه حافظ ثلاث أخطاء هذا من التائبين ويا ليتكم تعرفون ما ذنبه فأقول لكم ما ذنبه لقد كان إذا أيثنا من الشاب ذهبنا ندعو إنسان فأيثنا منه ما عرفنا أنا أتكلم عن نفسي الله أعلم بغيري وكان مجاب الدعوة أمام سبعة عشر نفر يشهدون بذلك في أكثر من موقف كنا إذا أيثنا من شاب نقول له اذهب وادعه والله يومين إذ الشاب مستقيم يمشي معه يومين بس اليوم الأول اليوم الثاني إذ الشاب هذا في الصف الأول سواء كان مدخن مخدرات يفعل كذا أو كذا على طول يستقيم بإذن الله إنها البركة البركة في يوم من أيام كان يقتدي بشيخ لنا في المنطقة الجنوبية أنتم تعرفونه ويطير الصلاة يطير فكان يطير يقتدي بالسنة فكان يصلي بالناس كصلاته فجاء شاير فضربه بالعصى وهو راكع في ظهر أمامه ثم بعد الصلاة نظر إليه ثم قال ليش ضربتني لماذا تضربني قال له أنت موسوس أنت ضيل بنا فقال له أنت مصطح أنت فيك صحة قال إيش عرفك أني فيها صحة في هذه الصفة فقال الشاب رفع يده لله أول ما رفع يده سقط قلبه قال اللهم احرمه العافية حتى يعلم قدرها فيحسن الصلاة بين يديك كانت صلاة العصر أقسموا بالله ما صلى معنى هذا ذلك الرجل المغرب ما صلى معنى المغرب في بيته على الفراش ثم ذهب وبعد أسابيع رأيته قلت اتق الله فلان في بيته على الفراش قال أسألت بالله والله يا أخي ما أقصد قلت ادعو له أن يشفيه قال أسأل الله أن يشفيه والله أن الرجل صلى معنا الصلاة الثانية في الحرم كان يلبس نظارات ثقيلة أنا أقول لكم هذا سائب من عصرنا أعرفه صديقي أكبره ويكبرني أحتبه عند الله والله حسيبه ولا أذكيه على الله كانوا في الحرم وكان يلبس نظارات فأزعجته أزعجته يقول ما يطلح أن أذهب إلى فلسطين بالنظارات في يوم من الأيام فذهب إلى ماء زمزم أمام الناس كانوا سبعة عشر نفر ثم خلع النظارة ثم أخذ ماء زمزم قام اللهم اجعله لي شفاء لنظاري فشرب ثم قال الله أكبر ورمى النظارة أمام أمام الكل فاختبروه في ساعة لا يراها أحد قال تعرف الساعة نقل الساعة كذا وكذا بالضبط الساعة كذا يقرأ القرآن النظر كشف عليها النظر سريم ستة على ستة إنه الدعاء وإذا سألني إيش وإذا سألني لا أعطي المح ومواقف كثيرة عندي ولكن المجال لا تكفي له تعرفون في يوم من الأيام سألته عن ذنبه متى سألته قرأ في يوم من الأيام قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والله أنه بكى حتى كاد أن يقطع قلبه فحضنته وقفنته على رأسه قل يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه شر الناس من سئل بالله ولم يجب أجألك بالله ذا الذي يجألك فكريا أريد أن أبكي مثله يا نا أريد أن أشعر بالسعادة التي يسعرها قال لي لقد أذنبت ذنبا في حياتي فقلت له وما ذلك الذنب تعرفون ما ذنبه فستضحكون على أنفسكم أضمن لكم ذنب يقول وأنا في الصف الثاني الابتداء دخلت إلى بقالة فسرقت بسكوتا وأكلته وما من جسد يمس من فلحه إلا هو ساقر له ما ما رحمه الله وهو في سن العشرين بطلقة من إنسان أخطأ فيها وهو وهو يحرك سلاحه هكذا إن بطلقة تدخل فتدخل في جسد هذا الشاب ويموت يموت الصالح أحسبه كذلك يموت وانتهى الأمر ولكن ما ماتت في رجل